اتهامات وجهها رئيس الوزراء نوري مالكي لإقليم كردستان بإيواء عناصر داعش أثارت موجة من الانتقادات كانت بعضها عبر بيانات رسمية فبرلمان كردستان اعتبر تصريحات المالكي محاولة يائسة كما وصفها لتغطية فشل إدارته للحكومة وفشل القوات المسلحة في حماية مدن العراق لأنه فشل حقيقة خلال ولايتين ذي رئاستي للحكومة فشل في كل الأصعدة فشل من الناحية السياسية من الناحية الأمنية من الناحية إيجاد حلول للمشاكل من الناحية توفير فرص العمل للشباب وتوفير الخدمات للمواطنين حتى من الناحية السياسية والدبلوماسية في العلاقات العراقية عادة العراق لمحطيه العربي والأقليم والدولي حكومة الأقليم من جانبها وصفت في بيان لها اتهامات المالكي بنوع من الهستيريا التي أصابته على حد تعبير البيان جراء فشله أما بيان رئاسة الأقليم فقد اعتبر أن تكون أربيل ملاذا للمظلومين الهاربين من الدكتاتورية شرفا عظيما منذ عهد النظام السابق وحتى وقتناه هذا أربيل كانت ولا تزال وسوف تبقى مأوى للمظلومين فقد آوى السيد المالك عندما كان هاربا من الدكتاتورية وهو يؤيل الآن المظلومين الذي هربوا من دكتاتوريتهم يجب أن يعلموا أن وتحديدا السيد المالك يجب أن يعلم أن أربيل ليس مكان لداعش وأمثال داعش بل هؤلاء مكانهم عنده حينما لم لم جنرالات البعث حوله الذين لم يصمدوا لساعة واحدة هؤلاء جنرالات البعث الذي وثق بهم هم تركوا الأرض هم تسلموا المعدات هو سلم الأرض وسلم الأسلحة لداعش وسرعان ما امتزجت المواقف الرسمية هذه بمقاطعة الوزراء الكورد لجلسات مجلس الوزراء الأمر الذي يصفه مراقبون للمشهد السياسي أنه سيعقد الأمور أكثر وسيكتب لجلسة الأحد الفشل كما جاء على لسانهم استعجال السيد المالكي على عقد الجلسة وهذا ما ألحى عليه حزب الدعوة وكتلة القانون يوم الأحد في الوقت الذي كان مؤجل إلى ما بعد العيد يرى بعض المحللين والمراقلبين بأنه يبحث على تأسيس حكومة أغلبية ومن ثم الاندفاع إلى طلب مساعدات عسكرية من إيران وغيرها لكي يقوم بعملياته ضد السنة أو ربما لديه خارطة طريق عسكرية أخرى تتوقع أن جلسة الأحد المقبل فيها أي نوع من المصويت؟ بالتأكيد ستكون جلسة فاشلة اتهامات المالكي للأقليم قابلها سيل من الاتهامات جاءت بنفس الحدة والقوة وكأن الأوضاع السياسية كما يرى مراقبون تتجه من سيء إلى أسوأ من أمام مبنى برلمان كردستان رف المهدي الحرة أربيل